السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد ان شاء الله هنعمل مع بعض تحليه سهلة جدا وسريعة مش هتاخد منك وقت نهائي كريمية روعة جدا انا متأكدة لو جربتها مش هبطل تعمليها في اقل من عشر دقائية هكوني محضرها يلا بقى نبتدي مع المقدير وطريقة التحضير وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم متنسوش اللايكات يا بنات اول حاجة معي في المقدير اللي هسبعلكو طبعا في صندوق الوصف تحت للفيديو بازن الله هنحط كوباية من الحليب عليها معلقتين كبار من السكر ومعلقة ونص كبيرة من النشا هنقلبهم مع بعض وبعد كده هنروح نرفعهم على النار بعد ما نرفعهم على النار هنفضل نقلب علشان النشا ما كانت تلش معنا لغاية ما القوام يبتدي يتقل معنا زي ما انت شايفة كده في الفيديو هنضمش محلة حطي معهم معلقة سكر بودرة انما لو دريم وبقى او اي حاجة محلة هنكتفي بالكريمة والحليب فقط خلاص كده دربناهم مع بعض كويس هنبتدي بقى نضيف بعد طبعا ما تكون بردت يعني هنحطها في التلاجة شوية الخليط اللي احنا عملناها على النار دلوقتي وهنحط منه شوية بشوية ونمزج مع الكريمة اعيز اقولك ان بيبقى طعمها طحفة جدا جدا حطينا شوية بشوية ومزاجنا الكمية كلها بالشكل ده وبقت جاهزة عندنا بعد كده بقى شوية صغيرين كده من الحليب وهنبتدي بقى نجيب اي نوع بسكوت سيدة اي حاجة زي متحبي وهنبتدي نعمل طبقة من البسكوت ننزلها في الحليب ونحطها الروسيوم بقى اهم حاجة ان احنا هنغطي الارضية خالص بعد كده بقى هنحط طبقة من الكريمة اللي احنا حضرناها او الخليط الكريمي اللي احنا حضرناه وبعدين طبقة تانية من البسكوت وطبقة كمان من الكريمة ونغطي طبعا بالبسكوت كل الاجزاء لو لسه بقى ما عملتوش لايك للفيديو يا ريت تعملوا اللايك عشان بجد التحليق دي تستاهل لو جربتوها مش هتبطلي تعمليها رغم سهولتها هنساوي بقى الخليط الكريمي على الوش وبعد كده مربع كده شوكولاتة صغير وهنبتدي نبشره هيدي طعم وشكل وكل حاجة شوكولاتة المبخي العادية الخام خلاص بقى بقى جاهز عندنا وتبيه في التلاجة شوية كده وبعدين قدميه عشان كده البسكوت يدف بعض والدنيا تبقى ايه زي ما انت شايفة كده يعني تحليق كريمية وفضيعة بجد عمها طحفة جدا جدا اكد لك لو جربتها مش هتبطلي تعمليها رغم سهولتها هتمنى لك يوم سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة